دكتور براهيم النهاردة عايزين نعرف يعني ايه توزنات القوة في اي منطقة توزنات القوة في اي اقليم حضرتك بتبقى مرتبطة بامرين الامر الاول ما يعرف باسم الحسابات القوة الشاملة للدولة في محيطها سواء كان المحيط اقليمي او المحيط الدولي وهذه الحسابات بتحسب وفق موقعها الاستراتيجي وما تمثله في الاقليم بمعنى انه ما اشرت حضرتك اليه مثلا على سبيل المنطقة الشرق المتوسط كقوة ودول معينة وحدات سياسية بتبقى مرتبطة بالحسابات السياسية والاستراتيجية والمكون طبعا بطبيعة الحال الاقتصادي والسياسي في جزء من ده مرتبط طبعا بالابعاد القانونية ممكن دكتور ابراهيم هيكون اقدر في الحديث فيه لكن هو في جزء منه مرتبط بحدود الدول وحدود الدول هو تحديد المساحة الاقليمية لهذا الاقليم يعني يابد ان احنا نعترف انه الاقليم بكل هذه الاطراف فيه يعني اخذ من كلام حضرتك واسأل الدكتور ابراهيم ويقول له